اشتركوا في القناة الاجتماعية الفين واربعة وعشرين الفين وخنسة وعشرين رئيس مشروعات النواب يطالب وزيرة التخطيط برؤية متكاملة للتأهيل لسوق العمل الدولي البحوث الفلكية اول ايام رمضان الفين واربعة وعشرين فلكيا الاثنين الحادي عشر من مارس وعدته ثلاثين يوما وزير الرياضة يطمئن على حسام حسام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة واليكم مع التفاصيل استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عمار الحكيم رئيس طيار الحكمة الوطنية العراقي والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الرئيس اكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافة جهوده الرامية الى تعزيز الامن والاستقرار والتنمية ومن جانبه اكد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشددا على محورية الدور المصري في حماية امن واستقرار المنطقة العربية ومثمنا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والاسلامية الشقيقة عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين وذلك عبو حضور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واكد مدبولي خلال الاجتماع اهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خطتها ومحدداتها الرئيسية الى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة واضحت وزيرة التخطيط هالا السعيد ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية يأتي في مقدماتها التخارج من تمويل بعض المشروحات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسية ملكية للدولة طالب نائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وزيرة التخطيط الدكتورة هالا سعيد بعقد اجتماع يضم الوزراء المختصين والمعنيين بالتنمية البشرية لوضع رؤية متكاملة للتدريب الفني وذلك لتنمية مهارات الطلاب التعليم الفني وتأهلهم لسوق العمل الخارجي لا سيما وإن كثير من العمال المصرية مطلوبة في التخصصات الفنية الدقيقة ومنها التمريد ومساعدة التمريد وفن الأشعة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء لنظر خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة كشفت الحسابات الفلكية التي عدها معمل أبحاث الشمس بالمعادة القومية للبخوت الفلكية عن موعد شهر رمضان 2024 وتشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الاثنين الحادي عشر من مارس 2024 وعدته ستكون ثلاثين يوما ووفقا لمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام ثلاثين يوما وأول أيامه سيكون الاثنين الحادي عشر من مارس الموافق واحد رمضان وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة اطمئنا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الحالة الصقية لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب متابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي في دوري أنييل وتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع حسام حسن هاتفيا للإطمئنان على صحته وأخترى المدير الفني للمنتخب ووزير الرياضة أنه بصحة جيدة وأنه خضع للكشف الطبي واتخذ كل الإجراءات اللازمة وخرج من المستشفى وأنه من المقرر أن يشهد مباراة سيراميكا والجونة بالدور اليوم وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية كنت معكم مريم شمس وإلى اللقاء اشتركوا في القناة